شح المياه عنوان كبير لأزمة أكبر تعصف منذ مدة طويلة بسكان منطقة القوسيات في نينوى أزمة مستمرة لاثنتين عشرة سنة وما زالت جعلت قرابة ألفي بيت في هذه المنطقة بلا ماء لا للشرب ولا للري نحن أهل القوسيات المنطقة الثالثة نعاني من شحة الماء من قبل أطنع الثناء يعني هاي وضعتنا ماء للماء عتشوفونا نتو يعني نسه عني خط عندي خط ماء ساحب ماء الخط مكلفنا تقريبا كل بيت إحنا دافعين أكثر من مليون وهس عني ثاركو على أشتري ماء من التانكرة أشتري ماء مشترة البيتي فإحنا كل أربع بيوت بخط نص إنج ومعي صنن ماء يعني خلي واحد من المسؤولين يقبل على هاي حالة يقبل يشندوا ماء يعني نسه احنا ثلثة أربع بيوت بصندة واحدة شوفها دعا قوي راح حالة صندات ثلثة أربع بيوت بصندة واحدة وضعيف ما يجي يعني يجي من الساعة ستة يفتحون الماء ليه ثاني يوم ما نبنينا نص تانك المسؤولون في نينة وأكدوا وجود شحن للمياه في منطقة القوسيات مبينين أن السبب يكمن في أن المنطقة تتعد منطقة تجاوز وتقع خارج التصميم الأساس لمدينة الموصل منطقة القوسيات تقع خارج التصميم الأساسي لمدينة الموصل بالإضافة إلى أن الأراضي المشيدة على هذه الدور هي أغلبيتها أراضي زراعية قسم منها ملك صرف والقسم الآخر مملوك للدولة يتطلب إيصال الماء إلى المنطقة أخذ المشورة القانونية والرأي القانوني من الجهات العليا في محافظة نينوى شحن المياه في منطقة القوسيات يتكرر عاما بعد عام يقابله شحن في الحلول الحكومية وسط تفاقم أزمة المياه في البلاد كلها ولا سيما بعد أن حل العراق خامسة دول العالم تأثرا بالتغيير المناخية بحسب الأمم المتحدة شكرا